أولا مساء الخير دكتور عمر طلعت مساء الخير يا فنم وأشكرك على صنافك كريمة وكل التحية والاحترام لمشاهدينك الكرام نبدأ نتكلم على هذا المعرض أولا وجولة رئيس الوزراء وهمية هذا الحدث اليوم سواء عمل الرقمانة داخل الحكومة المصرية ثم الشركات العالمية الموجودة عندنا شكر جدا يا فنم ورحية النهارة فعلا يوم كان زاخر بفعليات في منتقى الأهمية بدأت بتشريف دولة رئيس الوزراء لافتتاح معرض كايرو آي سيتي هذا العام نيابة عن فخامة الرئيس وخلال جولة اللي كنا في معاية دولة الرئيس فيها شاهدنا مجموعة حقيقة متميزة من العروض من الجهات الحكومية من القطاع الخاص من الشركات العالمية والشركات المحلية تستعرض كافة الحلول والمنظومات سواء بالنسبة لشركات هذه المنظومات التي تسوقها في مصر أو بالنسبة لأجهات الحكومية لمرتكزات الرقمانة التي تنتهجها لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في مختلف الملفات المسؤولة عن هذه الوزراء الشق الآخر من اليوم الحقيقة كان أيضا في منطقة الأهمية وهو تفضل دولة رئيس الوزراء بزيارة مجموعة من الشركات العالمية اللي أقامت مراكز تعهيد لها في مصر أبرزهم إيه؟ أبرزهم شركات بيبسيكو، كاب جيميناي، بيو سي، أمازون، جيدا، الحقيقة سيمينز شركات زي ما سيتك يعني شايف أوروبي، إنجليزي، ألماني، فرنساوي، شركات سعودي، شركات أمريكية شركات في مختلف من مختلف دول العالم، هذه الشركات بتقيم مراكز تعهيد لها في مصر لو تأذن لي أشرح يعني إيه هو التعهيد وإيه الفكرة فيها الفكرة التعهيد أو تعريف التعهيد إن شركة عالمية غير مصرية تيجي تقيم مركز في مصر تعيم فيه مصريين بمهارات معينة وتخصصات معينة يصدروا خدمات رقمية لخارج مصر فإحنا بنعمل يا فنم إحنا بدأنا في استراتيجية من 2019 للتركيز على بناء القدرات والتدريب كنا بنضرب 4000 شخص في السنة في عام 2018 إحنا السابع إن شاء الله بنستهدف 400 ألف شخص من 4000 ل400 ألف شباب؟ شباب؟ دول بيشتغلوا نظم معلومات أمن معلومات تصميم وبيعملوا إيه؟ كل حاجة فأنا هقول لسيارة تجمع لما بدأت الشركات من أول 2021 كده بقت الشركات العالمية تلاحظ التركيز القوي المستمر من مصر على النمو فيه المهارات والكفاءات الموجودة في السوق بدأت الشركات تقبل على إقامة مركز تعييد لها في مصر كنا زمان بننمو حوالي 12% في السنة في مركز تعييد إحنا سنتين الأخارة حققنا نسب نمو 20 ثم 25% رزيم وبنستهدف 30% إن شاء الله هذا العام لإنه الشركات العالمية عشان تفتح عن سيارة تركيز تعييد أول نقطتين توص عليهم إذا كان البلد مستقرة نمو الأتنين إذا كان البلد فيها مهارات وكفاءات بالقدر الكافي وبالكلفة الكافية فالحمد لله هذان العنصران متوفران في مصر الآن ولذا بدأت الشركات بالفعل تقبل على إقامة مركز تعييد لها في مصر النهاردة دولة رئيس الوزراء ظهر هذه المجموعة المتميزة من الشركات لمسنا فنم أكتر من حاجة في منتهى الأهمية أولا إن إقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النهاردة لم يعود مقصور على مهندس الاتصالات أو خريج تكنولوجيا معلومات النهاردة شفنا في مراكز التحييد اللي يتفضل دولة رئيس الوزراء بزيارتها ناس متخرجة من مختلف الكليات والحلفيات العلمية مش هندسة بس ولا حاسبات وشفنا أداب وشفنا تجارة وشفنا صيدلة وشفنا سياحة شفنا مختلف الكليات طبعا بالإضافة إلى هندسة وتكنولوجيا معلومات ده الرسالة الأولى المهمة الرسالة التانية المهمة أنه القطاع شفنا ناس متخرجة حديث التخرج وشفنا ناس بعد عشر سنين في مهنة أخرى قرر أنه يحول مصاره المهني إلى تكنولوجيا المعلومات ليه؟ لأنه لقى أن هذا فلوس أكتر؟ ممكن فلوس أكتر ممكن راحة لأنه ممكن يشتغل من البيت لأنه بيشتغل مع جهات أجنبية فهذا كلها مميزات المحور الثاني المهم اللي احنا التفتنا إليه فيه الاستراتيجية من 2019 كان تدعيم البنية التحتية الرقمية وتقوية الانترنت السابط في الوافر احنا كنا وقتها فنم ترتبنا أربعين على أفريقيا استثمرنا أكتر من اتنين مليار دولار احنا الحمد لله منذ عام 2021 احنا رقم واحد على أفريقيا وده شركات عالمية اللي بتطلع هذا الإحصاء مشحنة شركة أكلا وده تقرير منشور على الانترنت اللي حب يخش في خلال السنتين من أربعين لواحد؟ من المركز الأربعين إلى المركز الأول ده فدنا فئة فنم فدنا أنه لما أولا لما حصلت الكورونا والشركات طلبت من موظفيها أنهم مشتغلوا من البيت الحمد لله البنية التحتية كانت مستقرة وكف واستطاعت أنها تستوعب الأحمال الزيادة ده في بلاد أخرى ربما يعني بلاد ضخمة ومشهورة في مجال التعييد لم يتحق فبالتالي خلى بعد كورونا الشركات العالمية تعتمد على مصر أكتر في التعييد لأن نلاقي أن البنية التحتية الرقمية مستقرة وكف وتستوعب هذا النقطة الثانية في البنية التحتية والدول اللي تلعبوا أننا النهاردة أقدر أننا أتيح وظائف في محافظات صعب أننا أروح أفتح فيها مركز تعهيد لشركة أجنبية لكن ممكن أننا أستعين بعشر أو خمستاشر أو عشرين موجودين في هذه القرية أو هذا المركز أو تلك المدينة ألاقي فيهم كفاءة معينة يشتغل أم بيوتهم والبنية التحتية تستحمل هذا النقطة الثالثة أننا باستهدف الشريحة ربما صعب علينا تنزل كل يوم تستطيع أنها الشغل من البيت أمهات لديهم أطفال أو التزامات أسرية أو التزامات اجتماعية أين كانت تستوجب وجودهم في البيت أنا عايزة شغالة وهي قاعدة في البيت من خلال بنية تحتية قوية ومن خلال مراكز التعهيد معاه الوزير ربما لو أتكلم على مسألة تحسين جودة الحياة بتكلم على بنية التحتية وزي مسألتك بتكلم على إزاي تستوعب حجم الإقبال عليها زي ما شفنا كورونا وبعد كده والسمرار لهذا الأمر وإزاي إحنا كدولة النهاردة كحكومة بنتكلم على الرقمنا وتقريبا معظم شغلنا النهاردة بنتكلم على استخدام التكنولوجيا يدينا نعمل ده إزاي؟ وكمان الحكومة بالكامل النهاردة في الشغل كده صحيح يا بلنم إحنا يعني وضعنا استراتيجية يعني استراتيجية مصر الرقمية بدأنا بربط كل قواعد بيانات الحكومة المصرية ببعض وبعد كده استطعنا أن احنا نوفر خدمات الحكومة على منصة مصر الرقمية نهاردة لدينا أكثر من مئة وسبعين خدمة موجودة على منصة مصر الرقمية يعني تم رقماتها بالتعاون طبعا مع الوزرات والهيئات المقدمة لهذه الخدمات البنية المعلوماتية بفن مربط قاعدة البيانات أفدنا في إيه؟ لما حصلت كورونا وسيد رئيس الجمهورية وجه بصرف مكافأة للعمالة غير المنتظمة طبعا أنا أعرف مستحقي هذه المكافأة إزاي من خلال البنية المعلوماتية فأنا عندي كل بيانات المواطن لدى كل الأجهزة الحكومية مربوطة بمعط فمن خلالها أستطيع أن أتبين استحقاقات كل المواطن وإزاي أقدر أقدم كحكومة هذه الاستحقاقات بشكل أكثر كفاءة وأكثر يسر وحوكمة لكل فئة من فئات المواطنين وكل شريحة من الشرائح المستهدف النهاردة دكتور مصفى مدبولي رئيس الوزراء كان بيوشيد بالشباب بيتكلم على الشباب بعملية تصميم نظم أمن المعلومات وإزاي بيتم اعتماد عليهم ممكن تشرح لنا وتدينا فكرة عن الشباب المصريين اللي هما النهاردة أصبح شركات العالمية الكبرى بتعتمد عليهم يعني الحقيقة أن الحديث اللي تفضل بدولة رئيس الوزراء كان في تقدير النتاج لنماذج رائعة من الشباب اللي التقنا بيهم في الشركات اللي ذكرتها للسيادة فعلا شباب رائع أولا نحن كنا دايما في كل شركة بنسأل سؤال مهم جدا نسبة الفتيات والسيدات في الشركات شد النسبة دايما تفوق أربعين في المية في كل الشركة بنسأل على نسبة ذوي القدرات الخاصة بنسأل على الكفاءات بنسأل على متوسط العمر بنسأل على المرتب الأول الخديجي الحديث بنسأل على كل شاب بيصدر بقدية احنا بنكلم على أن الشاب الواحد بيصدر في السنة من خمسة وعشرين إلى مئة ألف دولار صادرات رقمية النقطة الثانية أفنم أن الصادرات الرقمية مزيتها أن ما فيش فيها مستلزمات إنتاج أنا ما عنديش مادة خام أنا المادة الخام هي العقل البشري المدرب فبالتالي القيمة المضافة في مصر أكتر من 90% عظيم فإن أنا ما بصدر بمئة دولار ما باستوردش مستلزمات إنتاج مثلا بخمسين ستين دولار عشان أصدر بمئة دولار لا أنا باستورد كمبيوتر فقط وأعلم الراجل والباقي باقي المئة دولار يعني حوالي أكتر من 90% بتبقى مكسب صافي للعملات التصديرية فده الحقيقة ميزة كبيرة للصادرات الرقمية أحيانك بتكلم على الملف في الصادرات الرقمية إيه اللي أنجزناه في الملف ده يعني كنا أديه والنهاردة بينا كام ورحل فيهن حاضر يا فندم إحنا آآ كنا آآ سنة عشرين عشرين آآ مليار وتمنيمائة مليون دولار؟ دولار أيوة إحنا السنة دي إن شاء الله حنقفل صادرات رقمية تلاتة واتنين من عشرة مليار دولار من آآ مجموعة صادرات القطاع أربعة وتسعة من عشرة مليار دولار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق نسب تصديرية وفقاً لما إعلانات وزارة التخطيط في نهاية العام المالي الماضي عشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين أربعة وتسعة من عشرة مليار دولار إن شاء الله بحلول عام آآ آآ يعني في نهاية عام عشرين ستة وعشرين إحنا بنستهدف تكون صادراتها الرقمية تسعة مليار دولار ستة وعشرين إن شاء الله وإحنا قادرين على هذا بإذن الله فإحنا هنقعدنا نموفن بنسب من تلاتين إلى أربعين في المية كل سنة بإذن الله طب هل إحنا ماشينا على الخطة من أول ما بدأنا من عشرين ستعة عشر إلى الآن أيوة بالفعل اللي ماشينا على الخطة دي إحنا في عام عشرين اتنين وعشرين وقعنا اتفاقات مع أربعة وتلاتين شركة لخلق خمسة وتلاتين ألف فرصة عمل في ثلاث سنين إحنا لحد الوقت يعينا منهم أكتر من ستتاشر ألف من الخمسة وتلاتين يعني بمعدلات تعيين أكتر من اللي كان متوقع ليه؟ لأنه الشباب أثبت كفاءة عندنا عدد كبير من الكفاءات والبهارات الشاب المصري حين يمنح فرصة تدريبية في متهى الالتزام في متهى الجدية في متهى الاجتهاد فبالتالي الشركات مقبلة على التوسع والاستزادة في مصر طيب مع الوزير ربما الشركات العالمية اللي ستاتك نيسها منتكلم عليها مسألة إنها يعني تزود خدمتها في مصر أو خططها المستقبلية التوسع في مصر إيه اللي يتم في هذا الملف أو لو كان فيه حديث مع رئيس الوزراء النهاردة؟ بالفعل أفن مع كل شركة من شركات دولة رئيس شرفها النهاردة كان الحديث أنت النهاردة عندك كام متخصص في مركز تعيين بتاعك وخططك المستقبلية يعني قد إيه ونقدر نعمل إيه علشان نساعدك في بلوغ هذا العدف المطلب الأساسي هو الاستمرار في التدريب والاستمرار في توسيع قاعدة المهارات الموجودة في مصر وبالتالي دايماً منضخ مهارات جديدة دايماً منضخ شباب جديد متدرب على مختلف أطياف والتخصصات في تكنولوجيا المعلومات زي ما قلت بعضها تخصصات دقيقة جداً تستلزم تعليم هندسة وتكنولوجيا المعلومات زي تصميم الهندسة مثلاً وبعضها لا يستلزم هذا زي اختبار البرمجيات زي دعم الفني زي تحييل البيانات زي كتبة البرامج كلها تحصصات في منتهى الأهمية ومتاحة لكل الخبئين وده النهاردة اللي يمكن دولة الرئيس لمسوا وذكروا في البيان التفضل بالإدلاق في ختام الزيارة إنه فعلاً استقينا بشرائح مختلفة من الشباب من مختلف الخلفيات الأكاديمية والعلمية والعملية أيضاً سيادة وزير ربما كان نهاردة مشاهر عمر مروان بيشرح على التعاون ما بين وزارة العدل ووزارة الصلاة في النقلة الكبيرة جداً في مجال التحاول الرقمي وزارة العدل يعني النهاردة تقدر تعمل حكتك كلها شاهداتك أوراقك كلها زي الدخلية كمان ويمكن دخل المالية كمان جزء من شغلها كده النقلة اللي حصة بتكلم على وزارة العدل النهاردة كمان باعتبار أيضاً بيبقى أقبال كبير على مكادة بشار العقاري أقبال كبير على العقود أقبال كبير على المحاكم وبالتالي الجزء ده تحديداً مع وزارة العدل عملنا في إيه؟ لدينا الحقيقة فنم يعني خطة تعاون ضخمة جداً مع أخي وزميلي معي المشتر عمر مروان وإحنا يعني فيه تعاون دائم ومسمر ودي أهم حاجة بدأنا باستضافة مكاتب التوثيق في مكاتب البريد طيب قلنا إحنا التوثيق لديه احتياج إلى منافذ لتقديم الخدمات للمواطنين البريد لديه زي ما ستك عارف أكبر شبكة من المكاتب في مختلف أنحاء القطر المصري طيب نستضيف زملائنا من التوثيق داخل مكاتب البريد بحيث نقدم خدمات التوثيق من مكاتب البريد إلى المواطنين الخطوة الثانية أن احنا اتفقنا مع شركات الاتصالات أنها أيضا تستضيف زملاء من المواثقين لتقديم خدمات التوثيق وإصدار التوثيق في الفترة المسائية من خلال منافذ شركات الاتصالات الهدف أن أنا كمواطن عايز أعمل التوثيق مش محتاج أن أنا أسيب شغلي واروح إلى مكتب الشهر العقاري أو مكتب التوثيق ممكن بعد ما أخلص أروح طب هل هروح حشان أعمل التوثيق إلي إجابة لا أنا من خلال منصة مصر الرقمية هعمل كل خضوات التوثيق الخطوة الوحيدة اللي أنا محتاج أروح لها مكتب التوثيق هي فقط أنه يتحقق من أهليتي للتصرف ويتحقق من شخصيتي وفقا للقانون وستلم التوكيل وامشي لكن أنا حددت بيانات التوكيل الموكل والوكيل وطبيعة التوكيل وسددت الرسوم وكل الإجراءات على منصة مصر الرقمية وحددت المكتب اللي أنا عايز أستلم منه التوكيل واليوم والساعة اللي أنا عايز نروح فيه عظيم إن شاء الله خطوة التانية أو المحور التاني في التعاون مع وزارة العدل هو التقادي عن بعد إننا كل إجراءات الدعوة منذ رفع الدعوة حتى الفصل في النزاع وصدور الحكم يكون عن بعد دون أن يحتاج أطراف القضية إلى المحكمة بدأنا بالمحاكم الاقتصادية هم حوالي سبع أو تمن محاكم الحمد لله منذ حققت نجاحة ديه ألف في المئة فنم لأنه خلينا ألف في المئة طبعا لأنه محاكم الاقتصادية في كثير من الأحيان أطراف النزاع رجال أعمال مقيمين خارج مصر فكان زمان عشان يحضر الجلسة للم ييجي ياخد طيارة من بلده ويجي يقعد يوم أو يومين أو ثلاثة عشان يحضر الجلسة النهاردة من أول رفع الدعوة تقديم المذكرات الاطلاع على مذكرات الخصوم حتى الفصل في الدعوة وصدور الحكم بيتم بشكل رقمي عن بعد تماما بدأنا الخطوة التالية في أن احنا نعمم هذا النظام على المحاكمة المدنية بالكامل حاليا بنبني المنظومة وإن شاء الله نبدأ في تطبيقها اعتبارا من العام القادم أيضا مع وزارة العدل بنتعاون في تحويل محاضر التحقيقات ووقاع المحكمة الجلسات الجلسات من الصوتية إلى نص مكتوب من خلال منظومات تضارب الذكاء الاصطراحي لتحويل النص المقروء أو الحديث إلى نص مكتوب نعم طب ده معتمد يعني ده يبقى زي ما أقول كده زي ما أقول كده اللي هو المحضر الجلسة أو مش كده تماما ده معنا بالجلسة الأطراف القضية بيمارسوا عملهم بشكل عادي ومن خلال الميكروفونات المنظومة بتحول النص المحاطب أو المكتوب إلى نص مكتوب عظيم بعد كده طبعا يعني القاضي أو المصر يعتمد ويصبح في حكم النص التقليدي هاي طب سيد الوزير ربما ننتقل لملف الحكومة والعاصمة الإدارية وهل كل الموظفين النهاردة اللي موجودين دلوقتي اللي موجودين في العاصمة هل فيه ناس ثانية بندربها ولا خلاص نكتفين بالمجموعة الأولانية لا فإن التدريب مستمر لأن التدريب عملية لا تنتحي لأنه دائما مندرب على ما هو جديد دائما مندرب على مهارات أكتر بيحصل إحلال للموظفين وتغيير لابد أن الموظفين الجدد يتدربوا على المنظومة لابد أن الموظفين المنتقلين إلى وظائف جديدة أن يتدربوا على المنظومات المتعلقة بالوظائف الجديدة فالعملية التدريبية عملية لا نهائية لا تنتحي وإنما هي عملية مستمرة بشكل دائم هل عندنا شوية بعض المشاكل بعض شركات الاتصالات أقصد الاتصالات يعني مكالمات في شكهم للناس كتير طبيعي فإن هذا الملف بنشتغل عليه بأن أكتر من خمس سنين بتاحت ترددات لشركات الاتصالات بتسريع عملية بناء الأبراج لشركات الاتصالات احنا في سنة 2020 كنا بنبني حوالي 1300 برج في سنة احنا السنة إن شاء الله حنبني 1900 ممكن نصل ل3000 برج بنهاية هذا العالم اللي هو المحطات اللي بنشوفها وإحنا ماشي فبناء المحطات بشكل مكسف اتاحت الطياف تردودية أكسف للشركات التعاون مع الشركات على التعرف على الأماكن اللي بيها فجوات في الخدمة ووضع حلول تقنية لتلافيها مشكرك شكرا جزيلا وانشرفتني الدكتور عامر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كل التحية لحضرتك مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر